الموضوع الثاني ده يعني أنه إحنا لازم نبقى جزء من المنظومة العالمية يعني ما نفعش مصر تستمر لحد النهاردة بتمشي بنفس الأسلوب اللي كانت شغالة عليه من السبعينات أنا هنا بكلم مع القطاع الخاص قطاع الخاص مش الحكومة لا يعني القطاع الخاص علاقته مع الحكومة فإحنا شغالين زي ما ببتدينا في السبعينات نفتح انفتاح اقتصادي بنفس الفكر تقريبا خلاص أنت تعمل لأنا بقولك عليه وخلاص على كده وانت الدور اللي أنا بديهولك هو الحب الصغيرين دولت لكن هو واقع الأمر ما بيبقاش كده واقع الأمن من القطاع الخاص خد دور كبير جدا وصل لأكتر من 35% و40% من الاقتصاد المصري وبعدين ابتدى يعني خفض مع بعد 2011 نتيجة الأحداث نتيجة الأحداث اللي حصلت ما كانش مناسبة أبدا لدخول القطاع خاص فمين اللي قام بهذا الدور ما كان لازم حد يقوم بدور لازم حد يقوم بدور التنمية ويشغل يشغل حتى ولو عدم معدلات نمو خفيفة فالحكومة دخلت بالجهاز بالأجهزة اللي قدرة أن هي تقوم بهذا النمو وظل حصل وده أحد الحاجات اللي أنا اكتشفتها لما دخلت أن الموضوع مزي ما هو مصور لدى الرأي العام إن الحكومة بتنافس والحكومة دخلت إن الحكومة عايزة تنافسها في العام مش عايزة تنافس ده أجبرت بارت